السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد من كل فيديوتي موبايل وممكن اني اتأخرت بعض الشيء ولكن اليوم عندنا 10 معلومات ممكن ما تكون تعرفها عن اللعبة في المرتبة العاشرة الوحش وفي منطقة فارم او المزرعة في مساحة كبيرة فاضية وفيها علامة حمراء وانصحك تجيب اسلحة قبل لا تروح عليها المهم انك اول ما تدخل قريب العلامة في النص يطلع لك وحش كبير على شكل كلب ايه كلب؟ ويطلق نيران كمان ويطلب عدد كبير من الرصاص فمثل ما قلت حاول تجيب شوية اسلحة معك بعد ما تقتله بيعطيك اسلحة تعتبر افضل من اللي موجودة في البيوت واهم شيء انه يعطيك درعة ليفر ثلاثة كامل على شكل ملابس الحبال الموجودة على الجبال في بعض المناطق تشتغل على الجهتين يعني تقدر تنزل وتطلع على نفس الحبل سواء كان فوق او تحت في بداية اللعبة عندك 7 شخصيات ولازم تختار واحدة من بينهم قبل لا يبدأ الجيم ونشرح الشخصيات بشكل سريع المهرج عنده سلاح يطلق ثلاثة الى اربع زومبي ويهاجمون الاشخاص اللي ضدك ومثل ما تشوفون قتلت شخصين بدون ما اضرب ولا الرصاصة المهاجم عنده سلاح يكشف الاعداء الموجودين في المنطقة باستخدام الرؤية الحرارية يعني سواء كانوا ورش دار ولا جبل تقدر من خلال الجهاز تشوفهم المدك او الطبيب عنده امكانية معالجة عدد من الاشخاص بنفس الوقت بعد استخدام الشمطة الحمراء المدافع عنده امكانية فتح درع على شكل جدار ضد الرصاص طبعا ولكن ما تقدر تستعمل اكثر من درع بنفس الوقت وبيختفي الاول اذا استخدمت واحد ثاني النينجي عنده سلاح السهم واللي يخليك تطلع لأي مكان في مسافة محدودة طبعا ولكن ما تقدر تستعمله ضد الاعداء الميكانيكي يسوي طلب على طيارة الدرون وتحدد لك مكان الاشخاص القريبين عليك والشخصية الاخيرة لسه ما فتحت عندي ولكن تقدر تستعمل جهاز عشان ترسل نفسك والفريق اللي معك للجو وتقدر تطير وتوصل لأي مكان تبهه العلامات البنفسجية على الخريطة هي اجهزة فيها اربع صندوق وكل صندوق يعطيك جهاز يطور لك السلاح الخاص بكل شخصية يعني مثلا سلاح النيجا تقدر تستعمله مرتين وبعدها لازم يعبي من جديد فاذا طورته من هنا تقدر تستعمله ثلاث مرات قبل ليعبي مرة ثانية ولكن انتبه لان اغلب الاوقات تشوف لعبين في المكان تعبئة الدم مسموحة لك في اي مكان واي وقت باللعبة يعني تقدر تعبي دم وانت واقف وانت تمشي وانت تسبح وحتى وانت تحت البحر وبنفس الوقت تقدر تستعمل الاسلحة تحت البحر اكثر ما عجبني في اللعبة هو خاصية تحديد الاهداف يعني تقدر تحط علامة على اي شيء تقريبا سواء كان اعداء او سيارات او اسلحة واللعبة الحالة بتعرف الشيء اللي حددت عليه الميداليات اللي تجيك كهدايا تعتبر مهمة جدا اذا عرفتك تستعملها يعني في منها تكشف لك اثار الاعداء وتساعدك على معرفة اماكنهم وفي منها اللي تسرع الحركة فحاول تختار شيء يناسبك ويناسب الطريقة اللي تلعب فيها من افضل اشياء اللي ضافوها هي اعادة شخص لللعبة يعني اذا احد من فريقك مات وتقدر بكل بساطة ترجع للمكان اللي مات فيه وتاخذ ميدالية وتجيك اشارة عند اسمه اول ما تضغط عليها بترجع الطيارة وتنزل هذا الشخص من جديد تقدر تغير منظور الشخص الثالث الى منظور الشخص الاول من خلال الضغط على الزر في اسفل الشاشة على اليسار الطيارات اللي تشوفها في مودة ديثماتش والمودات الصغيرة هي طيارات يستخدمها الاعداء لكشف الاماكن والتشويج على الرادار عندك وتقدر تفجرها سواء باستخدام السلاح العادي او باستخدام الصواريخ من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية للمشاهدة لا تنسى من اللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله